السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الجزء الثاني من المدن الزكية لوجد تعريف متفق عليه عالميا لمصطلح المدينة الزكية وأمر مصير للدهشة نظرا للأهمية المتزايدة للموضوع ونطجه لحسن الحظ يمكن العثور على بعض الموضوعات المتزقة في استراتيجية المدن الزكية من جميع أنحاء العالم والتي يستخدمها قادة المدن يصف هذا الفصل المفاهيم الشائعة المقبولة من قبل مجتمع المدينة الزكية ويغطي المفاهيم الخاطئة من أجل مستعدتك على فهم ما لا تعني المدينة الزكية سأصعدك في استكشاف الدافع لبناء مدن الزكية وكذلك الهتاجات المختلفة لكل من المدن الكبيرة وصغيرة تالي كده في مشكلة يعني إزاي إحنا بنكلم عن مدن الزكية بيقول لك ما فيش حاسمة مدينة زكية ده بالتأكيد تعليق غريب من واحد بيتكلم عن المدن الزكية حسن خلينا أوضح لك ما يعنيه حقا هو أنه لا يوجد شيء اسمه مدينة زكية متكاملة لا أصل التفكير في مثال تم فيه الانتهاء من جميع الأعمال وقام المصممون والمنفذون بعد الانتهاء من مهمهم وقالوا لقد انتهينا ها هو ها هي المدينة الزكية لا غير موجود بعد كل شيء هل اجتمعت المدينة الزكية على إطلاق مع السسناءات قليلة نادرة المدن الأصل فيها انها في حالة تغير مستمر زي قهرة واسكندرية سواء تم تحساها وتحسينها أو التوسط لأعلى أو لأسفل أو لخارج أو كل هذا أو دهورت أو حد حبيبنا من فوقها كبيري فإن مدننا كيانات حية ومتطورة المدن هي عمل في التقدم المدن في تقدم مستمر وتشكل من عمل كثيرة منها احتياجات المجتمع من خلال احتياجات المجتمعية والأزمات والأفكار الأفضل المدينة بتتقلص وتتوسع وتتدهور وتتولد من جديد وتم تدميرها وعدد بنائها لن ينتقى بدنوال لذا أعود إلى فكرة أنه لا يوجد شيء اسمه مدينة ذكية بدلا من ذلك هناك احتياجات ملحة واستجابة هناك احتياجات ملحة واستجابة ضرورية للمطالب للمدن التي تعمل بذكاء أكبر لتكون أكثر ذكاء في جميع مجالات الحياة المدينة الذكية ليست مدينة حققت مجرد مستوى معي من الذكاء والمقبول والمرضي المدينة الذكية هي المدينة التي تتماشى مع الحاجة إلى أن تكون أكثر ذكاء ومن ثم تطور تلك المعرفة الحمدان النوي الفعال والموجهة نحو التطور إنها لا تستمر في استخدام حلول القرن العشرين التي تعفع عليها الزمن تطبق المدينة الذكية حلول القرن العشرين لمشاكل القرن العشرين إذا كان هناك جانب واحد من جانب المدينة الذكية يمكن يكون سبب في الارتباك والنقاش فهو غياب الاتفاق على تعريف مصطلح المدينة الذكية ما هي المدينة الذكية؟ كما يقول سينيسيوس الحامي الملتحي للمصالح الشعب الروماني في مصر هيتش كاسبير يسأل ما هي المدينة إلا الناس؟ حقق ما هي المدينة إلا الناس؟ هذا هو المكان المناسب للبدء عند منقشة مستقبل المدن تزخر بالمناظر الطبيعية للمدينة مثل بودابست بالحمامات الساخنة أمستردام بها المقاهي وفي جاس بها الكازنوهات الشعور المظهر السلوك نبضات قلب المدينة هذه كلها معكاس للناس تنقل المدن التاريخ وحياة أولئك الذين يعيشون هناك الحب البعض أن يقول أن الهندسة المعمرية هي رغة المدينة وهو ما يظن على أنها طريقة مناسبة لنظر الأشياء ظهرت المدن لأسباب مختلفة وتم تشكيل تصميمها من خلال تأسيرات مختلفة ليوجد حل واحد وناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالمدن على الرغب من أنهم متشاركون في بعض الاحتياجات المشتركة مثل الطاقة والنقل والاتصالات والصرف الصحي إلا أن لديهم العديد من الاختلافات يمكن تعريف المدينة وتصنيفها من خلال خصائص مثل جغرافياتها وحكمها وسكانها وبنياتها التحتية ولكن لا يمكن تجريد وتطبيع غرضها واحتياجاتها وسكافتها بسهولة حيث يمكنك التعميم حول تبعاتها يجب نظر إلا تفرد كل مدينة من خلال هذه العدسة العديد من المدن تعاني من نفس التحديات مثل العصور على مكان الوقوف السيارات على سبيل المثال هو ألم عالمي لكن الطريقة التي يتم بها حل المشكلات غالبا ما تكون خاصة بكل مجتمع لكل تحدي متشابه غالبا ما يكون الآخر فريدا هذه الخلفية ضرورية لفهم كافية التفكير في المدن الزكية وفقا الاتحاد الدولي للاتصالات ال-ITU المدينة الزكية المستدامة هي مدينة متاكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكافية العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة وتلبي في الوقت ذاتي احتاجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في عام 2016 أطلق الاتحاد الدولي للصالات ال-ITU مبادرة المتحدون من أجل مدينة الزكية المستدامة وهي واحدة من مبادرات الأمم المتحدة يتولد تنسيقها الاتحاد والانجة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ال-UNECE وبرنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية وغيره من الشركاء العالميون من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة واجعة للمدن والمستوطنات البشرية شاملها للجميع وامنها وقادرة على السمود ومستدامة تعمل المبادرة U4SSC كما نص عالمية للدعوة للتبني السياسة عامة تشجع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل وتأثير الانتقال إلى المدن الزكية المستدامة وضعت مبادرة U4SSC مجموعة من أشرات الأداء الرئيسية KPI بشأن المدن الزكية المستدامة بهدف إرساء المعايير لتقييم إسهامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جعل المدن أكثر زكايا وأكثر استدامة بهدف تزويد المدن بالوسائل التي تسمح لها بالتقييم الذاتي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة تكون حاليا أكثر من 50 مدينة حول العالم بتنفيذ هذه المؤشرات تعريف المعيار للمنظمة الدولية لتوحيد المقييس الآيزو فإن المعيار هو وصيقة تنص على المطلبات أو المواصفات أو المبادئ التوجيهية أو الخصائص ويمكن استخدامها باستمرار للتأكد من أن المواد والمنتجات والعمليات والخدمات مناسبة لغراضها وتمثل المعيير الدولية العمود الفقري لمجتمعنا حيث تضمن السلامة وجودة المنتجات والخدمات وتسير التجارة الدولية وتحسين البيئة التي نعيش فيها وهي تضمن أمان المنتجات والخدمات ومنصوكياتها وجوداتها العالية ويمكن أن تضمن أيضا تسير رسول لجميع أنواع منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة متنوعة يقول كون هارلو المتخصص في أبحاث المدن الزكية أن الزكاء في المدن يأتي من فهم الأشخاص لما هو مهم بالنسبة لهم والمشكلات التي يواجهونها سؤال لماذا نحتاج المدن الزكية ينتقل عدد متزايد من الناس للمعناطق الحضرية على وعد بفرص عمل وتعليم وخدمات اجتماعية أخرى أفضل حاليا 55% من سكان العالم من سكان الحضر حتى أن بعض المدن المعروفة باسم المدن الكبرى تضم أكثر من 10 ملايين نسمة مثل توكيو في اليابان على سبيل المثال لديها أكثر من 38 مليون نسمة مما يجعلها أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان يعني هذا التحضر السريع أنه من المتوقع أن يعيش سلسى سكان العالم في المدن بحلول 20-50 ولدعم هذا النمو السريع أصبحت الموارد مثل الغذاء والأرض والمياه وحتى الهواء شهيحة بشكل متزايد وميؤثر سلبيا على مستويات المعيشة مميزات المدن الزكية أولا تخفيض الامبعاثات وتوفر المدن الزكية العديد من الجوانب الإيجابية التي تقود بالنفع الفرد والمجتمع والبيئة بشكل عام ومن أبرز ما يميزها أنها تساهم في تخفيض نسبة التلوث والامبعاثات الكربونية وتوفر المليارات هذا عكس الذي نعرفه عن المدن المدن الزكية هي التي تقدر تقلل الكربون الموجود في الجو من مميزات المدن الزكية الأمان وده عكس المشهور عن المدن توفر مدن الزكية معايير عالية من الأمان والسلامة فهتستخدم أنظمة مرور زكية تدار أليا وتقدم خدمات إدارة أمن والطورة مستوى المعيشة تساهم أزال مدن في تحسين مستوى معيشة الفرد فهتوفر كل الخدمات الصحية والتعلمية وغيرها وتساعد الأفراد في إيجاد فرص عمل غير تقليدية ورفع مستوى داخل الفرد التكنولوجيا بتابعة الحل مدن الزكية تعتمد بشكل كبير على الرقمنا فتم استخدام النقل العام والخيارات الكهربائية داخلها إضافة لإستخدام التكنيات الحديثة لتبريد الأسفلت وخفض حرارة المدن ومشاركة البيانات والعمل على أسها استخدام مواد مستدامة تحسين استخدام الماء والطاقة استخدام خيارات النقل وربطها بكفاءة ربط الأشخاص والأشياء باستخدام اتصالات عالية السرعة تقديم الخدمات للسكان وخاصة الخدمات الإلكترونية لحصول على موافقات وتصريح الأعمال من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وتنفيذها تكون المدينة قادرة على تنفيذ إدارة البنية التحتية والطاقة والمعلومات والصلاة والنقل وخدمات الطوارئ والمرافق العامة والمباني وإدارة فرز النفايات المدينة الزكية قادرة على تحسين الحياة للمواطنين وجود شبكة الاستشعار اللاسلكية وشبكة زكية للكاس العديد من المعلومات ونقل كافة البيانات للسلطات الحكومية والمواطنين مشاركة سكان المدينة من خلال تقديم أرائهم ومن لحظاتهم والتواصل مع السلطة بصورة مباشرة يعني فيه لازم يكون فيه تطبيقات على الموبايل تساعدنا في أن نقل مثلا ملكة سيارة من خلال الموبايل من غير ما تروح تقدم على أي حاجة إجراءات الحكومية كلها من خلال تطبيق على الموبايل الأجهزة المتصلة يشكل الانترنت الأشياء الانترنت والسينجس النسيج الأساسي للمدينة الزكية والأجهزة المتصلة هي التي تساهم في هذه الشبكة عند توصيل الأجهزة يمكنهم إرسال واستقبال المعلومات وجمع بيانات مفيدة في الوقت الفعلية لحصول على المعلومات وتحللها ويجعل حياتنا أقسل كثيرا عن طريق إزالة نقاط الألم المختلفة في حياتنا اليومية على سبيل المثال يمكن تشغيل وإيقاف المصابيح الكهربائية عبر هواتفنا تمكن أجهزة اللياقة البدنية قابل الارتداء من التشييف نشرتنا اليومي وتحليلات النوم ويمكنك حتى أتمتت واجبات حيوانتك الأليفة باستخدام وحدة تغذية زكية في المدينة الزكية يمكن استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة لتطبع أحوال الطريق ومعلومات المرور بما يساعدك على التجنب نقاط الازدحام بسهولة من هاتفك تلعب أزيل أجهزة دوران في جعل المدينة الزكية جيدة وزكية مثال جهاز هوم الزكي تجديد الأمن والسلامة على غرار نظام التعرف على الوجه الذي تستخدمه للغاء كفل هاتفك تدمج المدينة الزكية التكنوليات ذات الصلة في البنية التحتية المدينة مثل المراقبة بالفيديو للطبع النشاط الإجرامي والتحكم في الوصول إلى المناطق الآمنة بالإضافة إلى ذلك تحتاج المدر الزكية إلى إجراءات أمن إلكتروني متشددة لأنها تحتاج بشكل كبير على التكنولوجيا وتكون أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية صلت دراسة لشركة ديوريت أدوء على أن عواقب الهجمات الإلكترونية يمكن أن تمتدي لما هو أبعد مجرد في قضان البيانات والأسهر المالي ومخاطر الإضرار بالصمع وإشهدها بما يكفي لتشمل تعطيل خدمات المدينة الأسسية والبنية التحتية عبر مجموعة واسعة من المجالات مثل الرعاية الصحية والنقل وإنفاذ القانون والطاقة والمرافق والخدمات السكنية يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات الخسارة في الأرواح والنهيار النظم الاجتماعية والاقتصادية وحصل من فترة بسيطة في أمريكا أن هناك هاكر دخل على زي السادة العالية عندنا كده اللي هي الجهاز بسيطرة في المياه وحط مجموعة مفروض فيه كمية معينة بمادة بطواف مثلا بنسبة واحد على الألف هو لا خلى النسبة بكترة جدا بس أحد المهانسين أخد باله وقدر أنه يقفلها ويحاولها المانوال بدل الأوتوماتيك وقدر سيطر عليها فالحمد الله كان ممكن ملايين الناس تموت بسبب أن حد يقدر يهكر خدمة زاكية هايستبدأ وش عارفة طيب نرجع لمزايا المدرن زاكية تحسين التصميم المعمري وهناك سبب وراء حصول المدرن على لقب الغابة الخرصانية كن بزائرة أي مدينة وسوف تقابل نطاعة سحاب شهيقة وبعدها نطاعة سحاب نطاعة سحاب تشتهر بالسلاك الطاقة بمعدل أسي في الواقع ظهرت دراسة أجرات أدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الطاقة المستخدمة في قطاع المباني بتمثل 20% من السلاك العالمي للطاقة في 2018 واستنموا بنسبة 1.3% سنويا حتى تصل إلى 60% بحلول العام 2050 تعالج العمارة الزاكية هذه المشكلة من خلال جمع البيانات في المباني على سبيل المثال يمكن نجسة الاستشعار التي تكشف عن نقص النشاط في المكاتب الشغيرة أن تعلم أنزمة الإضاءة ودركة الحرارة تخصيص موارد أقل تلك المساحات مما يقلل من النفايات والتكاليف كفاية النقل والتنقل أظهرت الأبحاث من الولايات المتحدة أن الركابة يهدرون 54 ساعة في السنة بسبب زحمة السير وهذا يمثل يومين ونصف اليوم كاملين تستخدم أنزمة النقل في المدنة الزاكية تكمية الإنترنت اللاسلكية ليمع البيانات حاول تدفق حركة المرور لضمان استخدام الوقت باستخدام الطرق الأقصر أمانا وفعالية وإشمل ذلك أجهزة الشعار الازدحام المستخدمة لتحويل مصور المركبات عددات وقوف السيرات الزاكية لتحديد أماكن وقوف السيرات المتاحة للسائقين تقليل وقت الكادة والتواطئ والمركبات الذاتية للكادة لتقليل عدد السيرات في الطريق وتوفير وقت السائقين مع تقليل المبعثات في الوقت نفسه توفير الخدمات العامة عبر الإنترنت تعني التطورات التكنولوجية أنه يمكن تقديم عدد أكبر من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت مما يجعل الخدمات العامة أكثر ملأمة أتضم عن ذلك توفير وتحديثات حية لمعلومات المرور الخاصة وتحذيرات الطاقس والبيانات الصحفية على وعلى ذلك فإنها يوفر قناة لمشاركة حيث يسمح المواطنين بتقديم ملاحظات حول المجموعات الإلكترونية وإذا يضمن سماع الأصوات وجعل حكومات أكثر شفافية وخضوع المسألة مصادر الطاقة المتجددة على الرغم أن المدينة تشغل 2% فقط من مساحة اليابسة في العالم إلا أنها تستهلك أكثر من ثلاثية طاقة العالم وتشكل أكثر من 70% من إبعاثات سانسوتي الكربون العالمية تعد مصادر الطاقة النظيفة المتجددة المستخدمة جنب إلى جنب مع الشبكات الزكية Smart Grid أساسية لوضع حد اللي أصارت ضرر أن نجي معها عن ارتفاع الطلب على الطاقة إذا ما هي الشبكة الزكية؟ جاد من كل شيء بدأ من العدادات والأجهزة الزكية للطاقة المتجددة فإن الشبكة الزكية عبارة عن شبكة الطاقة على بسطول مدينة تتيح المستخدمين أن يكونوا أكثر وعياً لخيارات الطاقة الخاصة بها واتخاذ قرارات أفضل بشأن البيئة يوزر تقرير منظور الطاقة العالمية لعام 2017 الصادر عن شركة مكزونري كامباني أن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد استقرارهم بحلول عام 2030 مدفوعاً بشكل أساسي بتغلغل مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة نظراً لأن مصادر الطاقة المستدامة تقلل بشكل كبير من إبعاثات الكربون وتحسين الظروف المعشية في المناطق الحضرية تجه المزيد والمزيد من المدن إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية في سعياء من أجل مستقبل نظيف ومنخفض الكربون إدارة النفايات المدن هي بؤر إنتاج الكمامة وتزداد كمية النفايات التي ينتجونها بمعدل أسرع من القرى مع تواقع دراسة أجراها البنك الدولي أن إنتاج النفايات الثانوي سيزداد بما يصل إلى 3.4 مليار تن بحلول العام 2050 للتعامل مع الكمل هائل من نفايات هناك حاجة لممارسات فعالة لتحسين جودة خدمات جمع النفايات دمج التكنولوجيا الزكية في الصناديق مثل تركيب مستشارات مستوى الملء والضغوطات لجعل الصناديق ذات ساعة أعلى وتمكن أنظمة إدارة النفايات الحضرية من تخصيص الموارد بكفاية وتجنب رحلات جميع غير ضرورية أنا شوفتها موجودة في مدينة في العراق الشباب هناك قدروا يعملوا سميسور في النفايات بحيث تبلغ البلدية أن ديت مالت في لازم تجيب بسرعة طبعا مش لازم تصل ما في المئة يعني أقول متصل تبين في المئة يدي إنزار لو 30 في المئة أو 50 في المئة مش لازم العربية تجيب تجمع الزبالة طيب من دم المزاعة برضو في المدن الزكية موضوع الغطاء النباتي الحضرية ونسيحات الخضراء فوايد الغطاء النباتي متعددة الأوجوة فهي لا تكون فقط باستعادة وأحسين جودة الهواء ولكنها توفر أيضا عنصرة شاملة من العصر الجمالية لمناطق المعيش الحضرية أظهرت الدراسات أيضا أن تعرض للمنتظم للطبيعة لفوايد إضافية تتمثل في تقليل المشاعر السلبية وتخفيف التوتر ألازل تشد الحاجة إليه لوفر الجمع بين تكنولوجيا الزكية مثل جسد شعار الزراعية الدقيقة والهندسة المعمارية الحضرية المبتكرة طريقة رائعة لتحسين نوعية الحياة في المدينة حتى عندما تكون المساحة محدودة وإنشاء مساحة معيشة أكثر سدامة على سبيل المثال شهد بناء الجدران الخضراء زيادة في الشعبية في التصميم المعماري الحضري بسبب فعالياتها من حيث تكلفة عندما تتعلق الأمر بجعل المناطق الحضرية من مساحة أكثر متع العاش فيها لا تقل الجدران الخضراء فقط من كمية الطاقة اللازمة لتبريد المبنى ولكنها تقل أيضا من فجدان الحرارة في فصل الشتاء وتحويل المياه بعيدا عن الجدران أثناء طول الأمطار الغازيرة مع أضاف التكنولوجيا الزكية يمكن الجدران الخضراء تنقية الهواء وترتيبه مما يؤدي لتحسين جودة الهواء بشكل طبيعي وبشكل كبير العمارة الخضراء الزكية بقدر ما قد يخشى بعض من التكنولوجيا الجديدة المعرفة باسم إرهاب التكنولوجيا أو فوبيا التكنولوجيا فإن المدن الزكية هي المثال المثالي لإحتضان التكنولوجيا بدلا من الخوف هناك واحدة بعملات أفضل وتقليل أثر البيئي فإن المدن المتصلة هي المستقبل وهذا الشيء يساعدنا كثيرا سنتعرض الآن تعريف المدن الزكية لكن لا تغفل عنها تاني الصفتين المهمتين استخدام التكنولوجيا والناس أولا استخدام التكنولوجيا هناك العديد من الطرق لمعالجة قضايا المدينة ولكن عند استخدام تكنولوجيا كأدوات أساسية فإن هذا يساعد على جعل المدينة أكثر زكاءا المدينة الزكية هي نظام من الأنظمة التي تعمل على تحسين مستوى البشر الناس أولا لا تكون مفتورا جدا باستخدام التكنولوجيا فعند نشرها بشكل صحيح فإن تكون التكنولوجيا غير مرئية لحد كبير أو على الأقل غير تدخلية ما يهم هو النتيجة أما حاجة بنسبة لنا راحة الإنسان طيب التعريفات القادمة كان فيه تعريف اسمه المدينة الافتراضية وهو نظير افتراضي للمدينة الاعتهدية يؤدي فيها كل من السكان والهيات نشطة بشكل غير مباشرة بالتكنولوجيا التي أتحتها الوسائل الرقمية افتراضية ومن دون الحاجة إلى التواجد الشخصي تعريف الثاني المدينة المعرفية المنصلحة المستخدم للوصف استراتيجية تنمية قائمة على المعرفة وللتهدف إلى تعزيز وتعم عمليات إدارة المعرفة للتحدث في منطقة حضرية بشكل مستمر وتحقق ذلك من خلال التفاعل المستمر للوكلاء المعرفة مثل الجامعات ومعاهد البحوث والشركات والمواطنين وما إلى ذلك وكذلك مع وكلاء المعرفة في مدن أخرى لازم يكون فيه تبادل المعرفة وتتضافق المعرفة باستمرار ثلاثة شبكات الاتصال المتقدمة والبناء تحتية المدينة ومستوى تعليم المواطن المدينة الرقمية المدينة الرقمية هي محكاية شاملة تعتمد على تقنية الشبكات العنكبوتية لتنفيذ الوظائف الاتيادية لقاتل المدن بطريقة إلكترونية تتطابع وينفذها أشخاص طبيعيون في مدينة عادية حيث أنها تضم أجموعة واسعة من الشبكات الرقمية وتطبيقات الإلكترونية وتقدم خدمات اقتصادية واجتماعية في عدة مجالات مثل التجارة والصحة والتعليم والعمل والترفيه فهي فراغ افتراضي للمجتمع يقدم خدماتها تتم عادة في الفراغ الفيزيائي للمدينة المدينة التكنولوجية هي التي تتطبق فيها التكنولوجية المطورة وتنعكس طبيعتها وهيئتها المدينة الإلكترونية المدينة الإلكترونية هي المدينة التي تتوفر فيها اتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ عمليات تبادل المعلومات بين مكونات المدينة المدينة الذكية او المدينة الرقمية او المدينة الايكولوجية كل دي تعريفات للفكرة المدينة الذكية ممكن يكون في تعريف مكتصر على حاجة معينة وفي تعريف بناش حاجة اخرى المدينة الزكية هي مدينة رقمية او ايكولوجية تعتمد خدمتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل انظمة المرور الزكية تدار االيا وخدمات ادارة الامن المطورة وانظمة تسيير للمباني واستخدام التشغيل الالي في المكاتب والمنازل واستخدام عدادات للفواتير والتقارير في تعريف ازمت ده سنة 2012 المدينة الزكية تجمع عمراني يرتكز على سلاسة ركاية أساسية تكنية اجتماعية وبئية وبالتالي فهي مدينة افتراضية ومعلوماتية ومعرفية وبئية فسلاس مدن في مدينة واحدة تعريف الـ IDC للأبحاث هي كيان محدود حي او بلدة او مدينة او مقاطعة او بلدية او منطقة حضرية له سلطات الحاكمة وتم بناء هذا الكيان على بنية تحتية الاتصالات وتكنية المعلومات التي تتمكن من ادارة المعلومات بكفاية وتعزز تنمية الاقتصادية المستدامة والاتقار ومشاركة الموطنين تعريف اخرية مدينة رقمية تعتمد خدمتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل انظمة المرور الزكية تظهر آليا وخدمات وإدارة الامن المطورة وانظمة تسيير المباني واستخدام التشغيل الآلي في المكاتب والمنازل واستخدام عدادات الفواتير والتقارير يمكن تحديد 6 أبعاد مميزة للمدينة الزكية ترتبط بدورها بنظريات التنمية والنمو والعمران التقليدية كالنقل والاقتصاد والمؤرد الطبيعية ونوعية الحياة والتشاركية وهم العناصر اللي هي الطاقة والماء والمخلفات والبنية التحتية والسلامة العامة والتعليم والرعاء الصحية والمباني الخضراء وصائل للنقل وخدمات المواطنة تكون المدينة الزكية عندما تحقق الاستثمارات في رأس المال البشري والاجتماعي البنية التحتية وتعتمد على التنمية المستدامة وتقديم أفضل خدمات إلى سكان المدينة والإدارة الحكمية للموارد الطبيعية ده مايكل ديسكون تطبيقات أخرى المدن الزكية المعطارات الزكية النقل الزكي الترس الزكية شبكات الزكية الاتصالات الزكية المنزل الزكي الخدمات الطبية الزكية خصائص المدن الزكية المواطن الزكي يعني مواطن الزكي مش حصل على الدكتوراه أو حصل على ماجستير يقدر يتعامل مع المدينة الزكية يعد الأشخاص الأسكياء لبنية البناء الأساسية لنظام المدينة الزكية فهم من يتميزون بكونهم أسكياء فهيكون فيما يفعلونه باحتراف لديهم مؤشر تنميع مرتفع سيستعمل المدينة الزكية على استخطاب رأس المال البشري النوعي بالتوازي مع دمج جامعتها في جميع الجوانب الحياة المدينة كما يتميز المواطن في المدن الزكية بالمرونة العالية والتكيف مع تغير تعيوم الدائم لإيجاد الحلول وشاركون بنشاطهم في التنمية المستدامة للمدينة بأدائهم الفعال لجعلها أكثر من الأمل للعيش تعريف أخر للجزيرة الزكية يعيش 11% من سكان العلم في الجزيرة تتوقع مجتمعات الجزر لتحقيق الاقتفاق الذاتي وتقليل أثار انبعاث الكربون تعني طبيعة حياة الجزيرة أنه كان على السكان دائما أن يكونوا متكرين دائما لحفاظها على مجتمعتهم كما أن الجزر تعاني من أثار تغير المناق قبل الآخرين الحاجة التي تقار في هذا المجال الملحق كانت تكاليف الطاقة مرتفعة التاريخية بسبب الاعتماد على الواردات لذلك أصبح التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الشبكة الذكية وتتعاون مجتمعات الجزر حول العلم تبادل الدروسين مع بعضهم البعض يمكنك اعتبار الجزيرة الذكية صورة مصورة لمدينة الذكية ده طبعا في اليابان وسنافورة الأستاذ الزكي الغرض من الملعب الزكي وتحسين تجربة المشجعين يتم بناء الملعب الجديدة بذوقنية متكملة بعمق وتم تحديث العديد من الملعب القادمة ذات المستوى العالمي تتمتع هذه الملعب باتصال سريع بالإنترنت وتوفر رؤية إضافية في الوقت الفعلي للجمهور عبر الشاشات الكبيرة والهواتف الزكية وتستخدم البيانات لتوفير معلومات عن أماكن وقوف السيارات المتاحة المصنع الذكي يستخدم هذا النوع من المرافق التصنيع شديد الارتباط بالزكاء الصناعي والروبوتات والتحلات والبايلات والإنترنت الأشياء اللي عمل بشكل مستقل للحرد كبير يمكن خطوط الانتاج أن تصحي نفسها وتعلم أن تصبح أكثر كفاية وبرونة يمكن البيانات من مصنع ذكي تحسين سلسلة التوريد وعمليات التصميم ما يؤدي لزيادة تحسين الانتاج ومنتجات عالية الجود الانتقال الذكي مبدل الانتقال الذكي هو للسهلاك الكفء للطاقة ويتضمن خفض المبعثات الضرر بالبيئة وأن تكون مسائل المواصلات آمنة ومنخفضة التجاليف وتطور البيئة الشبكة التحتية عن طريق تطوير تقنية المعلومات والتصالات فمثلا تصبح تقنية المعلومات والتصالات في مراقبة المرور وبوسط الكاميرات وضبط سيرها وتعرف الركاب عن طريق الهاتف المحمول بإمكانية اللي هو إلى طرق أخرى في حال تعطل طريق أو الزحام وكذلك بالنسبة لوسائل النقل العام فقد دخلت في تنظيمها أنظمة النقل الذكي مثلما في حكس ذاكر السفر في المدن الكبيرة بوسط هاتف المحمول ببرامج applications كما يمكن معرفة مواد القيام ومواد الوصول بالهاتف المحمول الحكم الزكي الحكم الزكي هو نمط إدارة المدينة الزكية تستخدم المدينة الزكية البيانات الضخمة ووظمة دعم القرار وما تصل بها من التقنيات الجغرافية في الإدارة الإكليمية للمناطق الحضرية والمدن وتعمل المدينة الزكية باستمرار على تحسين قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاية وفعالة للمواطنين وفعالية للمواطنين وتدعم مشاركتهم في صنع السياسات القائمة الممنية على المشاركة والتخطيط والمراكبة الديمقراطية الإلكترونية وتحقيق نتاج إنمائية أفضل لجميع البيروقراطية هي فان التحويل السهل إلى صعب من خلال وسائل عديمة الجدوى ده كارلوس مفاكر وسياسي مكسيكي الإقصاد الزكية هو القدرة التنفسية كلية للمدينة لتعتمد على الأسلوب الابتكاري في الأعمال التجارية ونفقات البحث والتطوير وزيادة فرص العمل وانتاجية أمرون سؤال العمل والدور إقصادي للمدينة في السوق المحلية والعالمية بيئة زكية إدارة الموارد المستدامة وحمية البيئة من التلوث الحياة الزكية تحسين حياة المواطنين من خلال توفير الخدمات المجتمعية له الشبكات الزكية سمارت جريد هي أنظمة شبكية تطيح إدارة الإمدادات الكهربائية فعالية من حيث التكليفة والتوزيع وبواسع هذه الشبكات مراكبة استهلاك الكهرباء وسيخلاص المعلومات من الأنظمة والعدادات الذكية الرقمية وتمكن الشبكات الذكية الإستدامة من أمثل الطاقة عن طريق توزيع فقد الطاقة المنتجة من أحد الشبكات على الشبكات الأخرى التي ليس بواسعها من جرات الطلب مسؤال دي تجميع مساهمات الشبكات وعادة توزيعها لمدن إلى بناء شبكات ذكية فعالة وبخلاف ذلك يمكن للمدن دراسة نشر الشبكات المتناعات الصغر التي تكون أكثر محلية من شبكة الطاقة المركزية وتمكن شبكات المتناعات الصغر المدن من توزيف منهج متدرج لبناء شبكة ذكية أكبر وتستخدم شبكات المتناعات الصغر التقناعات الزكية لتاحت إعادة توزيع فقط لإنتاج قرباء وتستيح للمستخدمين مراقبة استخدامهم كما تقدم شبكات المتناعات الصغر مصدر طاقة بديل عند الحاجة لسيونة أو تحديث الشبكات الأكبر أمثلة المدن الزكية سونغودو قرية الجنوبية ومدينة فوجياسو اليابان ولوسيل قطر وفي الإمارات في مدينة مصدر وشير الإستطلاع إلى متوسط معدل البناء الزكي في شرق الأوسط كان 48 من أصل 100 نقطة ممكنة مقاومات نجاح التحول للمدن الزكية وفي الحاجة المدينة نحو الأفضل تجعل المدن أكثر زكاء ونجاح حتى تتحول الطلب ميالي واحد دعم حكومي ومحلي اثنين رؤية استراتيجية واضحة تلاتة الاهتمام بالمراكز البحثية والجامعات لتشكية للتقارع المفهوم المدن الزكية أربعة التوعية وتسجيف المواطنين بأهمية المشروع وأقوامة محاضرات عامة في مجالات التطبيق الرئاسية للمدن الزكية وبلغ متوسط درجة معدل البناء الزكي في الدوحة 70 درجة أكثر من 20 نقطة في المتوسط الإقليمي وكان متوسط الدرجات في دبي 65 وجاءت أبو الظهبي في المرتبة الثالثة حيث بلغها 48 وقال التكرير أن منطورات المنطقة تقود المنطقة على تقنية البناء الزكي حيث يابلها متوسطها 80 نقطة وهناك اليونيسيف وهدف التنمية المستدامة السبعة عشر قضاء الفقر قضاء التام على الجوة الصحة الجيدة والعافية تعليم الجيد المساوية بين الجلسين الماء النظيف والصرف الصحي الطاقة النظيفة ومميسورة التكلفة العمل اللائق والنمو الاقتصادي الصناعة والاتقار والبنية التحتية الحد من أوجه عدم المساوية مدن وإحياء مستدامة الاستهلاك والإنتاج والمسؤولين العمل لأجل المناخة الحياة تحت سطح البحر الحياة على البر السلام والعادة والمؤسسات التعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراقة العالمية لأجل التنمية المستدامة هناك تعريفات خاطئة في المدن الزكية يعني فيه تعريف يقولك المدن الزكية هو تطوير المدن الغبية لا يوجد مصطلح اسمه مدينة غبية لا يوجد أي شيء اسمها مدينة غبية ولا يوجد شيء اسمها مدينة زكامة في الماء كل مدينة بقى فيها مقاومات واستخدام الموارد والبنية التحتية وفيه تعريف المدينة المراقبة أو 1884 أو الأخ الأكبر يركبك الخصية فلازم يبقى فيه مع تجميل معلومات نوع من أنواع الخصية ونوع من أنواع ما حدش يقدر يستخدم معادي استخدام خاطئ طيب بالنسبة للأكويت فيه بريطانيا أصدارات كود اسمه بي اس 180 للتعريفات الخاصة بالمدين الزكية بي اس 181 لإعطاء إرشادات لإنشاء المدين الزكية 6 g ml دي سيغة مفتوحة المصدر تبادل معلومات حول المدن سيتي جيغرافي مركة بلانجويتش والصيغة خاصة بتبادل معلومات المدن الزكية ووضعتها Open Geographic OGC وهو بتكمل مع صيغة IFC في عام 2018 في بحث بالحكومة البريطانية اسمه المدن الزكية للفرص المتاحة المملكة المتحدة بيتكلم عن إن لازم المدن الزكية والخدمات اللي ضفية المطلوبة لنشرها محتاجين 408 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020 والمدن في الجماعة انحاء العالم تشرع في جداول الأعمال ذكية تصعد في تقديم المدن من الخدمات عن طريق تبني استخدام تكنولوجيا الجديدة في المجال الاستشعار اللي هو سنسور والبيانات لجمع البيانات ومن ثم مشاركتها من خلال البرامج القائمة على شوكة الانترنت وعلى الرغم من أن المدن الزكية غالباً من ترتبط بكفاءة الطاقة واستخداماتها مثل عمدت القنارة تعمل عندما تسير بجانبها Street Light Management والسيارات تعمل بكهرباء في أن المدن الزكية أكثر من ذلك فهيتهتم بكفاءة التشغيل والخدمات الحضرية وكيف يمكن دام جازل الخدمات بشكل أفضل مع المعلومات والتحليلات في الريال تايم أو الوقت الحقيقي أمثلة للخدمات بالمدن الزكية إعطاء الأولويات للطرق للمركبات الطريقة للتنك المرضى بين المستشفيات حفلات بدون سائق عمال إصلاح الروبوت الإصلاح الحفر وإصلاح التسريبات عدد تدور النفايات أو تجمعها بترق زكية مثل تجميع النفايات عبر أنابيب تعمل بالهواي المضغوط حركة مرور زكية انسابية مراكبة بيئية زكية لجمع المعلومات تساعد على حماية البيئة ورصد وتحديد مستويات الأمطار وحركة الرياح والتلوث النارة الزكية توفر إضاءة لأجزاء المدينة تبقى للحاجة الفعلية شبكة طاقة زكية لتهدر الطاقة ويمكن مراقبتها تكامل البيئة التحتية لتكنية المعلومات والاتصالات توفر جهاز مركزي للمدينة الزكية منظومة تحكم حسوبية وإلكترونية النظام زكي لمكافحة الكوارس مثل الحرك والزلازل والامتجارات ولتحقيق المدن الزكية نحتاج لعدد من التكنيات مثل انترنت الأشياء انترنت السينجيس واستربط من مؤنزمة انترنت الأشياء أجهزة للشعار والأنظمة الزكية عبر المدن الزكية وتحليات متقدمة وأجهزة مراقبة بين ذلك أنسمة إدارة الفيديو ومواكف إسترارات الزكية ورصد البيئ وأدارة النفايات وسوف تشمل أيضا أدوات لرصد المشاعر العامة بشأن القادرة المتعلقة بالمدينة وحلول الرئيس الذكية ورصد أجهزة المياه الذكية وسوف يساعد هذا على جمع وتحليل وأدارة التوفير رؤى التي تقدر بالسمن من مجموعات معقدة من البيئات في الوقت الحقيقي البيئات التي تتلقى من هذه التطبيق سوف تسمح لهم التوفير بيئة أكثر أمانة وخدمة أفضل لمواطنيها جنب إلى جنب مع تعزيز الاتصالات سنوية الاتجاه البيئات الضخمة البيج داتا هي البيئات الديناميكية الكبيرة والمتنوع التي يولدها الأفراد والآليات والآليات وتستوجب أدوات تكنولوجيا متقرة ومتطورة لجمعها وتحلها بهدف توفير استبصار عملي مرتبط بالمستهلكين والمنافع والمخاطر والأداء والإنتاج البيئات ليس الأمر الجديد لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك تطور سريع في التكنولوجيا للاتصالات والمعلومات مما أدى لنشوء أنواع جديدة من البرامج سوفتوير والأجهزة هاردوير التي تنتج بيانات بنحو سريعة ومستمر ترصد هذه البرامج والأجهزة من خلال أجهزة شعار وتطبيقات ما يحصل في البيئة المحيطة وتنتج بيانات تخبرنا بما يحدث حولنا لذلك باتا الكمبيوتر ليحصل على بيانات بالطريقة التقليدية المباشرة بل باتا يتلقى كم من هائلة من البيانات السريعة بأشكال مختلفة عما عارفه النظام وبالتالي لم يعد لديه قدرة على معلاجتها فالنظام صمم من نوعاجة بيانات معروفة ولدها شكل معين إلا أن البيانات المنتجة اليوم تأتي بشكل مختلف وغير معروفة بالنسبة للنظام تحمل هذه البيانات معلوماتها والتالي هي لست ضجيجة بل هي تخبرنا بما يحصل في المدنة الزكية ترسل صحة الناس أحوال الطرقات الزراعة الزكية وغيرها إلا أن هذه البيانات لا يستيعي نظام العادي معلاجتها ولذلك نستخدم البيج داتا نظم المعلومات الجغرافية LGIS هي تكنولوجيا مصمومة على رصد وتجميع وتحليل كل أنواع المعلومات الجغرافية وتمثل نتائج تلك التحلات بعناصر حقية كالطرق والأراضي والمناسيب والارتفاعات والأشجار والأنهار وغيرها وتم رصد تلك المعلومات من خلال تكنولوجيا الصور الجوية بالأقمار الصناعية والتي ترتبط بأحداثيات المكان وتعطي صورة معلومات حقية للمكان لها مرجعية مكانية برامج نظم المعلومات الجغرافية تافي بمطلبات البيم لتقاس المعيانات بين مختلف المقاولين والعمل على مناطق مختلفة من المشروع تبسيط دورة حياة المشروع منذ البداية تيح هذه التكنية لمدير المشهرية تصور طبقات كل ممنى على الفور واستدعاء معلومات المشروع بما في ذلك من أجهزة الجوال التي يستخدمونها في الموقع ممكن أيضا تقاسم المعلومات ذات الصلة والمركزية مع جميع أصحاب المصلحة من خلال المطلبات واللوحات دمج تكنوليات البيم ونظم المعلومات الجغرافية سيحسن قدرات تصميم المشروع ويقلل مخاطر من خلال تحسين تدفق المعلومات من البداية للنهاية وتوفر الموارد والجدولة أثناء الإنشاءات البيع اي ام أهم ميزة في البنمة هو أن يسهل التعاون ودارة المعلومات والصلاة بين الفرق المشاركة في مشروع البناء والتكنولوجيا مختلفة في العملات التقليدية من العمل يتم تقضيم بعض المعلومات في كل مرة تم نقل وتسليم المعلومات من فريق لآخر وهذا يؤدي إلى الهدر البنمة يتغلب على هذا من خلال مركزية المعلومات واستخدام كود مؤحد وتم دمج معلومات المباني ومعلومات الطرية ومعلومات النقل داخل نموذج المدينة ويمكننا وجود نموذج لخدمات المدينة ويمكننا وجود نموذج لخدمات المدينة من تجنب كسر مصير المياه والصرفة أو كابيرات الانترنت أو الغاز أثناء الحفر نظام نقل ذكي نظم النقل الذكي هي استخدام تقنية الحاسب والالكترونيات والالصلاة والتحكم لمجابهة العديد من التحديات التي تواجهنا في النقل البري مثل تحسين مصابات السلامة والانتاجية والحرقة العامة تطبيق أنظمة النقل يؤدي للتقليل المعدل الوفاة والإصابات الناجمة عن حواث الطرق وتحسين تشغيل النقليات التجارية استعمل نظم النقل الذكي على تطبيق مختلف التقنيات الذكية المتوفرة والممكنة على غرار التخلص الإلكتروني للمركبات التجارية والفحص الآلي للسلامة على جانب الطريق والذي يؤدي إلى تحسين سلامة وكفاية المركبات التجارية وكذلك تحسين حركة البضايع والتخفيض من زمن الانتقال وتكلفتها والحفاظ على أمن البضاعة وسلامتها وتحقيق السلامة لسيامة تتعلق الأمر بمتابعة المواد الخطرة كما ساهم في تطبيق نقل الذكي في استيادة القدرة على إدارة الأحداث الطريقة وذلك عن طريق توفير إجراءات التدخل زي تكفاء عليها في حالات الأحداث المرورية الطريقة والظروف الجواسية وعمال الطرق تكنيات النقل الذكي ستعمل بكهرباء أو الطاقة الشمسية الدفع الإلكتروني يتم تدفع من خلال برنامج موبايل دون الحاجة لحمل المال لخدمات التحصيل الإلكترونية للرسوم ويتيح للمتنقلين دفع رسوم خدمات النقل باستخدام الطاقة الإلكترونية تتباين أنظمة النقل الذكية في التقنيات المطبقة من أنظمة الإدارة الأساسية مثل الملاحة في السيارة وأنظمة التحكم في إشارات المرور أنظمة إدارة الحاويات علامات الرسالة المتغيرة التعرف التلقية على لوحة الأرقام وكاميرات السرعة على مركبة التطبيق مثل أنظمة CCTV الأمنية والتطبيقات الأكثر تقدما التي تدمج الديانات المباشرة والتعليقات الواردة من عدد من المصادر الأخرى مثل الرشادات التوجيه وأنظمة المعلومات معلومات تقص نظم زيارة الجليد الولايات المتحدة وما شابه ذلك يتم تطوير التقنيات التنبؤية للسماح بالنمزج المتقدمة والمقارنة مع بيانات خط الأساس التاريخية بعد زي التقنيات موصوفة في الأقسام التالية الاتصالات اللاسلكية تم اقتراح أشكال مختلفة من تقنيات الاتصالات اللاسلكية لأنظمة النقل الذكية يتم استخدام الاتصالات المدم اللاسلكية على تردات مثل UHV UHF على الطاق واسع من أجل الاتصالات القصيرة والطويلة داخل ITS التقنيات الحاسوبية وقدات التطورات الحديثة في إلكترونيات السيارات اللي تتحرك نحو معالجات حاسوب أقل وأكثر قدرة على السيارة تشامل السيارات النموذجية في أواقع العقد الأول من قرن 21 عام بين 20 أو 100 واحدة تحكم منطقية متحركة واحدة تحكم منطقية مزودة بأنظمة التشغيل غير فورية الاتجال الحالي ونحو وحدات المعالجة للدقيقة الأقل تكلفة مع إدارة زاكرة للأجهزة وأنظمة التشغيل في الوقت الحقيقي وتسمح منصات النظام المدمجة الجديدة تطبيقات برمجية أكثر طورا بما في ذلك التحكم في العمليات المستندة للنمازج والزكاء الاصطناعي والحاسوب في كل مكان والعالة أهم هذه الأنظمة للزكاء الاصطناعي بيانات السيارة العائمة والبيانات الخلوية العائمة جمع بيانات جمع بيانات المسارات النقل الأخرى بشكل عام تم استخدام أربع طرق للحصول على البيانات الأولية طريقة التسليس في البلدان المتقدمة تحتوي نسبة عالية من السيارات على واحد أو أقصر من هواتف المحمولة تنك الهواتف بشكل دوري معلومات التواجد الخاصة بها لشبكات الهواتف المحمول حتى عندما لا تم إنشاء اتصال صوتي في منتصف عام 2000 كان هناك محاولات لاستخدام الهواتف المحمولة كمجرد تحققات مرورية مجهولة الهواتف عند تحرك السيارة تظهر إشارة أي هاتف محمول داخل السيارة من خلال قياس وتحليل بيانات الشبكة باستخدام التسليس أو منطبقة الأماط أو إحصائيات قطاع الخلايا تم تحويل بيانات المعلومات تضفق المرور مع المزيد من الازدحام هناك المزيد من السيارات والمزيد من الهواتف وبالتالي المزيد من التحققات في المناطق الحضرية تكون المسافة بين الهوائيات أقصر وتزداد من حيث الدقة النظرية ومن المزايا زيد طريقة أنه لا توجد بنية تحتية يجب بنائوها على طول الطريقة محتاج تامن حاجة هي الموبايلات مع الناس فقط يتم تعزيز شبكة الهاتف المحمول ولكن من الحالة العملية يمكن أن تكون طريقة التسليس معقدة خاصة في المناطق التي تخدم فيها أبراج المحمول مصارير متوازيين أو أكثر مستطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية للركاب أو المزيد من الشوارع الموازية أو الشرع الذي يعد أيضا خطا للحفلات بحلول أول عام 2010 كانت شعبية طريقة التسليس أخذها في النخباط هناك طريقة أخرى أعادة تحديد السيارة تطلب طرق أعادة تحديد هوية المركبات مجموعة من أجهزة الكشف المركب على الطريق في هذه التقنية يتم تكشف عن رقم سرسلي فريد لجهاز في السيارة في مكان واحد ثم يتم اكشافه مرة أخرى أعادة تحديده على طرق الطريق يتم حساب أقوات السفر والسرعة من خلال مقارنة الوقت الذي يتم فيه اكتشاف الجهاز معين بوسطة أزواج من أجهز ثلاثة شعار ويمكن تكام بذلك باستخدام عناوين MSC من البلوتوس أو الأجهزة الأخرى أو باستخدام الأرقام السلسلية RFID من خلال أرسال من خلال أرسال الإلكترونية ذات المجميع ATC وتصم أيضا علامات المرور الطريقة الثالثة الطرق القائمة على الجي بي اس يزود عدد متزايد من المركبات بأنظمة الجي بي اس الملاح عبر الأقام الأقمار الصناعية داخل المركبات التي لها اتصال صناعي الاتجاه مع مزود بيانات حركة المرور يتم استخدام كراءات الموقع من هذه المركبات لحساب سرعة السيارة قد لا تصدم أساليبة الحديثة الأجهزة المخصصة ولكن بدلا من ذلك الحلول القائمة على الأجهزة الزكية باستخدام يسمى المنهج telematics المراقبة الغنية المسندة للهاتف الزكي الطريقة الرابعة يمكن استخدام الهاتف الزكية لتحتوي على مستشارات مختلفة لتتبع سرعة وكسافة البرور يتم رصد بيانات مكياس السرعة من الهاتف الزكية المستخدامة من قبل سائق السيارة لمعرفة سرعة حركة المرور وجودة طريق تتيح البيانات الصوتية وعلى متجي بي اس الهاتف الزكية تحديد كسافة حركة المرور وازدحام المرور يتم تنفيذ هذا في بنجالور في الهند كجسد من نظام تجريبي البحوث توفر تكنية بيانات السيارة العائمة مزايا أكثر من طرق الأخرى لكسرعة أقل تكلفة من أجسة الاستشعار أو الكاميرات مزيدا من الطخطية يحتمل أن تشمل جميع المواقع والشوارع أسرع العداد وثيان أقل يعمل في جميع الظروف الجوية بين ذلك الأمطار الغزيرة تكنيات الاستشعارة وقد عددت ثورات التكنولوجيا في مجالة الصلاة وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الركاقة الدقيقة الحديثة لغاية المطورة وتكنيات الاستشعارة عن بعض الراديو الزكية الرخيصة من قدرات التكنولوجيا التي منشانها تسهيل فوائد سلامة سيارات لأنظمة النقل الزكية وعلى سعيد العالمي أنزمة الاستشعار لأنظمة النقل الزكية هي أنزمة الشبكات القائمة على المركبات والبنى التحتية أي تكنولوجيا المركبات الزكية أجهزة الاستشعار البنى التحتية غير قابلة للتدمير مثل العاجزات على الطرق المهدد الأجهزة التي تتم تثبتها أو تدمنها في الطريق أو حاول الطريق على سبيل مثال، في المباني والمواقع والعلامات كما هو مطلوب ويمكن نشرها يدويا استناء стيانة لوقائية للطريق وعن طريق آلات حقن أجهزة الاستشعار للنشر السريع وتشمل أجهزة أنزمة الاستشعار عن المركبات نشر منارات إلكترونية من البناء التحتية للسيارات ومن البناء التحتية إلى البناء تحتية للتصالات من أجل تحديد الهوية وقد تستخدم أيضا تكنولوجيا تعرف التلقائي على لوحة الأرقام وتكنولوجيا الكشفة عن العالمات المناطسية للمركبات في الفترات المرغوبة لزيادة الرصد المستمر للمركبات العاملة في المناطق الحرجة كشف مركبات الفيديو أعتبر كاس تدفق حركة المرور وكشف التلقائي عن الحواسط بإستخدام كاميرات الفيديو شكرا آخر من أشكال اكتشاف المركبات نظرا لأن أنظمة اكتشاف الفيديو مثل الكامستخدمة في تعرف التلقائي على لوحة الأرقام لا تتضمن تركيب أي مكونات مباشرة في سطح الطريق أو على الطريق ويعرف هذا النوع من الأنظمة باسم طريقة غير تطفلية اللي كشف عن حركة المرور يتم إدخال الفيديو من الكاميرات إلى معالجات تقوم بتحليل الخصائص المتغيرة لصورة الفيديو أثناء مرور السيارات ويتم تثبيت الكاميرات عادة على عمدة أو هيكل أو بالكربة من الطريقة تتطلب معظم أنظمة لأنظمة اكتشاف الفيديو بعد التكوين الأولي التعليم المعالج بسرعة الخلفية الأسية طبعا هذا عادة إدخال كواسات معروفة مثل المسافة بين خطوط الممرات أو ارتفاع الكاميرات فيه الطريق واسم المعالج واحد الكشف عن الفيديو اكتشاف حركة المرور في وقت واحد من كاميرا واحدة إلى سامين الكاميرات اعتماد على علامة التجارية والطراز المخرجات النموذجية من نظام الكشف عن الفيديو هي سرعة المركبات في الممرات وقراءات إشغال المسار وتوفر بعض الأنظمة لأنظمة الجدافية بما في ذلك الفجوة وتقدم الكشف عن المركبات المتوقفة وجهزة الإنظار غير صحيحة للمركبات كشف البلوتوس البلوتوس لطريقة تقليدية وغير مكلفة لكياس وقت الصفر وإجراءة تحليل المصدر والوجهة يتم الكشف عن أجهزة البلوتوس في المركبات العابرة عن طريق أجهزة الشعار وعالطول الطريق إذا كانت تزيل مسترارات متصلة بعدها لبعض فإنها تكون قادرة على حساب وقت الصفر وتوفير بيانات عن مصدفات المصدر والواجهة بالمقارنة مع تقنيات كياس الحركة الأخرى فإن كياس البلوتوس لديه بعد الاختلافات هو نقاط كياس دقيقة مع تأكيد مطلق لتوفيرها في أوقات الصفر الثانية غير سطفولي والذي يمكن أن يؤدي إلى منشآت منخفض التكلف لكل من المواقع الدائمة والمؤقتة يكتصر عدد أجهزة البلوتوس التي يتم بسها في السيارة عدم تكون الأنظمة سريعة الإعداد مع قليل من المعايرة أو بدونها ترجمة نانسي قنقر